اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان انا هطلب منكم بحث عن مفهوم الحرية من وجهة نظر كل واحد فيكم ويا طارة مسموح لينا ان احنا نتكلم بحرية؟ طبعا يعني نقدر انطاقة ادارة الجامعة وموقفها من الطلبة الاول بمظاهرات؟ فضلات اكتب اللي انت عايزه في البحث بتاعك بس بدون ما تخرج عن الموضوع مع التسليم الابحاث دي المحاضرة الجاية وطبعا هنعمل حلقة مناقشة عن الابحاث دي هشوفكم الاسبوع الجاي او صاد بتاعك ورطنا في حكاية البحث بالعكس انا شايفها فرصة كويسة جدا ان احنا نكلم عن رأينا في الطرية انيس اامل يا ترى انا قلت المخاضرات اللي فاتتك لا انيس انا مش عايزك تتهزي بالحصة دي ضريبة بسيطة كان لازم تتفايل المهم انك تعوضي الايام اللي غيبتي عنها في كل ايام متشكرة يا دكتور سعيد عن اذنك يا دكتور سعيد تسمح لاحظة واحدة خير يا دكتور ردو ايه الكلام اللي حصل في المحاضرة بتاعتك تزا تسمح للطلبة بتوعك ينتقدوا الجامعة وينتقدوا نظام الدولة ازا يعني الاخبار رحيت وصلك انت ولا انت حطت ما بحثوا بص الطلبة انا عاز اقولك اللي بيحصل ده خطير جدا اظن ما يصحش يا دكتور ان احنا نتكلم عن الديمقراطية ونعلم الطلبة دور الاعلام وقيمته وما ندهمش الحرية ان هم يعبرها عن رأيهم دي تبقى فوضى بقى والله يا عمر الديمقراطية ما كانت فوضى اظن ظروف البلد الحالية ما تسمحش بتشجيع الطلبة على الانفلات ما تخافش علي ولا على الطلبة بتوعي يا دكتور والحمد لله ان الاولاد عندهم وعي بالمشاكل اللي بتحصل في البلد وعايزين يلعبوا دور ايجابي وظن دي حاجة كويسة المفروض نشجحها وظن كمان ان انت عارف كويس اوي ايه اللي بيحصل لما بنخنق الشباب ونمنحهم عن التعبير عن عراءهم وعفكرهم واعتقد ان زمن الرعب والخوف انتهى خلاص ولا انت يرأيك يا دكتور عن اذنك لا يا شريف مش هينفع مش هقدر النهاردة الحكاية عايزة ترتيب لا اما اصل الظروف كلها اتغيرت بعد ما الستة امل جاء تعيش معانا وانا كل ما اقولك نخة تقول ليه الظروف اتغيرت وانا ما حشتكيش ولا ايه هو كلامه بس يعني عايزة تفاهميني ان انت لو عايزة تنزلي مش هتلاقي حجة ما انا لو خرجت ما ابي حيقولي خديها معاكي ومالو ازاي يا ابني امل دي غيرنا خالص دي بيت دمها تقيل كده وعملة زي الكوبة لا 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 يمكن طبعا ابدا نبقى اصحابه هي حاجة وانا حاجة تاني انا ما عرفش بقى هتفضل قعدة على قلبي كده لحد امتى طيب اوكي يا فاتن اشوفك بكرة بقى في الكلية باي باي امال اقفلي النور وانا بي بقى عشان اعرف انام انتي هتنامين من دلوقتي لسه الساعة 11 غريبة قوي اني هنام الساعة 11 لا يعني مش غريبة ولا حاجة بس انا بصراحة كنت محتاجة زاكر شوية ادفن نور مش كل يوم اللي حنقوله حنعيده اشتركوا في القناة موسيقى 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 ايه قبل يا حبيبتي ايه مقعدك انا لوحدك انه ضعيف قلي اصلي محتاجة زاكر يا ماما ونيفيت نام من بدري فا ما حبيتش زاكر وليلي يا عامل انتي مرتاحة هنا ايه ماما مرتاحة وانا كمان مبسوطة قوي انك موجودة معايا موسيقى موسيقى بقولك ايه يا عامل نيفيت بنت لطيفة قوي ياريت تحاول انك تقربي مينها خصوصا انك والنت اتنين نفس السنة تقريبا فيا يعني ممكن تتفاهموا مع بعض وطبوا أصحابه ما تقلق ايش يا ماما انا واخد بالي من تصرفاتي كويس قوي ومش عايز اعمل مشاكل لأي حد لا لا مش قصدي ماوليك اي امال انتي مش محتاجة حاجة يعني مش محتاجة فلوس امام مش محتاجة فلوس الحمد لله يا عدي لو احتاجتي اي حاجة بيقوليلي تسمحي على خير وانتي مدقى موسيقى 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 ماما كويس بس تعرفي بقى بيت ملوش معنا من ذلك بس انا جيت اشوفت عشان انتي وحشتيني يا اوي وانت كمان يا اني وحشتيني مال ازاي هانا عليك كنت بي بعيد عن البيت الفترة دي كلها ماما زعلاني قوي يا امال لقيت عم برحبت عايزة انا متأكدة ان انتي مش هتستريحة انت صفية هنا ترجعي بيتك يا امال بيتك؟ هو بيت عم عبدالخلقي بقى بيتك؟ مش ده البيت اللي انتي تربيتي وعشت فيه؟ ولا هتنسي كل ده؟ امال بابا يمكن يكون صعب شوية لكن هو بيحبك وبيعتبرك زي بنته وبيعملك زي ما بيعمل المهم انت قولي جيت ازاي؟ مش خايف من مضاقل يزعقلك عشان اتأخرت لا سبتي علقة تفوت ولا حد يموت انا كل يوم استناكي واقولها تزهق وتيجي وحضرتك ما سألتش فيا قلت ما بديهاش بقى النهاردة خرجت من مدرسة وجيت لك جاري والحمدالله انا لحقتك قبل ما تمشي بقولك يا امال في فيلم لو سعاد حسني انما بيقولوا عليه تحفة خلي بالك منزوز؟ ده بيقولوا عليه مكسر الدنيا وانا نفسه اشوفه قوي عم عبدالخلق استحالة يوافق انك تروح السينما احنا مش هنقوله اذا كل ما بيلاقيني بسمع مزيكة بيهد الدنيا عيسان اقوله ان انا عايز اروح سينما هتروح تعمل ايه هتكذب عليه؟ بتعرف يا بابا كويس يا امال مايتنفعش مع الصراحة ابدا مهم عشان خطري بشوف يوم ما يكونش عندك فيه محضرات الصبح ونروح سوا خلاص هاني خليها لحد بس واعدني انك خد ذاكر كويس عشان محدش تأيب خلاص واعدك مهم انا لازم امشي بتعرف يا بابا زي ما نقلب عليها الدنيا سلام خش خش اتأخرت ليه؟ ماذا كنت فين يا هات انت براحة بالهداء مش هميندي يدي عليك بس تنطع وتقولي كنت فيه كنت فين يا جاة كنت فين يا هات خلاص خلاص بسيبي الواد فرصا ينطع مهمش عايز ينطع مش عايزش يغليلي ويقولي كان فيه من المدرسة للبيت عشر داية ماشي بقلك ساعة ونص كنت فين هداية وبقى مين رد رد يا هاني رد على بوك ريحه وريحني يا بابا انا انا اصلي كان ليا وحد صاحبي تاعي بقى يغم عليه وصلته بس لغاية بيته وقعدت مع شفاية اسمه ايه الواد ده اسمه حمدي حمدي ايه؟ وتكلم من غير مطاكر حمدي عن دمجيد يا بابا وساكل فين هداية في الجيزة وروحت له يا اخوان المانيا للجيزة ازاي؟ بتاكسي يا بابا بتاكسي اه؟ ورجعت ازاي؟ بتاكسي برضو ودفعت كاف؟ يا بابا احنا كنا شلت اصحاب السنة اوجرت بتاكسي على ما بيننا يا حلاوتك يا اخويا يعني انا اشق او اضعب واضفع الكوتة علشان تتسمى من توامك وبراجد تاخد الفلوسة با حد كوسة يا من بالله العظيم لو اتكررت اعجادي تاني لكون مش هنراحك حتك لو لقيت واحد ميت مش موغم عليه ملكش دعوة تيجى على بيتك على طول تفهم ولا لا؟ خلاص خلاص يا اخويا مش هيعملها تاني ابدا همشي الجر على اوتك يا الله تيلا حدومك ودشطب ودخشي النجريك ودعوض على مكتبك تذاكر اصلاعونوص دول لازم تعاوضهم يا اخويا انت عدك سنوية عامة عارف يعني ايه عدك سنوية عامة ولا بتعرمش غور بلو افسي ودمالك يا باب انتنى حالي كده ليه يا الله اكتخصى ليه دادكم الغم على نكد مالك يا حبيبي تخضيت كده ليه كده برضه يا هاني سايب مذاكرتك وبتصلع مزيكة ده مش حذكر اصلا يا امي ليه بس كده يا حبيبي هو انت بتعاني دابوك ولا بتعاني تنفسك انا عايز اقولك على حاجة انا لو كنت لا بوصل لصاحبي ولا اي حاجة من دي حصرت يا انهرك ابيض مالكت فيه كنت في الجامعة عند امل يا امي يا دي النيلة على امل واسنين امل انت اهلي ولدك هناك وحشتني كنت باشوف الانسانة اللي بحبها وبتحباني كنت باشوف الانسانة اللي بصبراني على الغلب اللي انا عايش فيه طيب بس 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 رحس انا ابوك يسمع جي طاية اللي عيشتك هي عاملة ايه كويسة مرتاحة عند امها اترتاح ازاي وهي عايشة غريبة يا امي ما هي اللي مش وش نعمة احنا كلها شايلنا في حباب عينينا بابا هو اللي خلاها تطفش وتسيب البيت هي محدش مشاها هي اللي تفشت وعدين بص يا هاني انا خلاص يا حبيبي كبرته ما بقيتش ادرع المناه ده انا كل اللي يهمني في الموال ده كله انك تخلص دراستك وتشتغل عشان اتطمن عليك سكتك غير سكة امل خالص ابعد عنها انهائي انت غلبان يا حبيبي وابوك ما بيعرفش يتفاهم عشان خطري ما تخليش يا بوك يمدي ايده عليك انا بتقطع لما بشوفك بتتضرب وما بقدرش عاملك حاجة عشان خطري يا حبيبي ما تخليش يا بوك يغضب عليك ابويا يغضب علي ابويا غضبان علي طلول وقت من غير داعي زرع جوايا خوف خلانا قبل جبان بقدرش حتى اعبر عن رأيي انا بحبوش اخصى عليك يا ولد انت تجننت؟ ازاي تقول عليك حاجة زي كده هو في زي عبدالخالق؟ ايوة في زيه كتير اي امي كل الظلمة زيه كل المستبدين زيه ان ببطلتش الكلام ده حديك على ابو زك سيبيني بقى اتكلم يا امي الله هتكون انت كمان عايزة تخنقيني ما عملش يا حبيبي ما عملش انا مش عايزك تشين من ابوك صحيح ابوك جامد شوية بس بيحبك وبيخاف على مصلحتك عشان خطري يا حبيبي عشان خطري اقعد زاكر وانا هعمل لك رؤمة ما تقولي علي ما تقولي علي تخصي ايه يا امل انت لسه قاعدة زي ما انت ما تقولي تلبسي بقى انت كده بتأخريني انا مش فهم انت ليه مصممة تاخديني معاكي يا سلام عليكي ما قلتلك هنروح نذاكر عند فريدة صاحبتي انت راح تذاكري مع صاحبتك انا ايه لازمتي معاكي بصراحة كده بابا لو لقني خارجة الوحدي وانت قاعدة هنا هيبقى الموضوع شكله غريب ومش طبيعي والمفروض بقى قدام بابا اننا صحاوة يعني لازم لما روح اذاكر برا اخدك معايا الكلام اللي انت بتقولي ده اولا باباكي عارف ان انا في اعلام وانت في ادابة انجليزي هنذاكر ايه مع معاكي يا ستي بس هاتي كتبك وتعالي عودي معانا المهم نبقى مع بعض اومي بقى اومي انا مش فضيالك لتضيع الوقت ده كله اومي يلا تبجلنا الساعة 12 يا استعبد لا الساعة 12 ده متأخر قوي قال عندي كلية بكر الصد تعال لنا الساعة 11 يا استعبد حاضر يا ستة هانم العمرة اللي جاي اركن هنا حاضر يا فنجم سلام انتبق انتبق ليس روتو يعني او بشباء روحها فين احنا مش لطة عفون مانتصدقتي يا بنتي رايحة فين اقلوا استعبدو مش تعالي رايحة فين تعالي بس تعالي بس جم�� تجاري الهرم يا قصد وتقولينه نحن راحيني ذاكر ماوليك ايه بقى ماتعمليش فيها صاحبة مبادئ وعلى كل حال زي اخر مر اخدك معاي صفية يا صفية انت يا مادام تعالي فيه ايه فيه ايه عزيز فيه ايه فريدة مش موجودة في البيت يعني البنات بيكذبوا علينا اتلاقيهم بذاكر عند واحدة تانية غير فريدة ام بقى الاهل انهم عند فريدة ليه زمانهم راجعين ايه بقى اسألهم وانتي بقى ما سألتهمش ليه قبل ما ينزلوا مش ده دورك يا ام لازم تعرفي كل حاجة عن البنات ولا تسبيهم كده يخرجوا علي كيفهم اسمعي بقى يا صفية انا بنت عارف اخلاقها كويس لكن من يوم ما بنتك جات في البيت ده وانا حاسس ان فيه حاجات غريبة بتحصل اما لعمرها ما عملت حاجة غلط واني فين هي اللي اصارت تاخدها معاها وبعدين احنا حنسبق الاحداث ليه انا متأكدة انهم بخير انت طول عمرك حطى ايدك في المياه البردة انا مش عارف ازاي يجيلك قلب والساعة دلوقتي دخل على 11 والبنات لسه في الشارع انا لايمكن لايمكن اسكت على الكلام ده نازم اعرف هم اكتبوا علينا ليه وكانوا فين اتأخرتك يا ليه الساعة 11 بالظبط يا فتة هاني لا الساعة 11 وروب تبقى تضبط ساعتك تبقى ولا ترميها هلي اشور تخير يا فنن اتفضلوا ساعة 12 ساعة 10 ساعة 12 قطم فين من اعلىلك يا باب كنا بنذاكر عند فريد هم قطم فين يا عامل احنا كنا ردسكو في الهراء يا كدابة يا بنتي بتكذبي ليه عايزة توقعي بيني وبين بابا ليه ما تصدقهاش يا بابا دي هي اللي كتعايزة تاخدني معها الديسكو وانا رفضت عظيم ودلوقتي بقى أصدق مين فيكم تصدقنا أنا طبعا يا بابا لابنتك حبيبتك اللي عمري مجذبت عليك طب أنا لو كنت عايزة روح الديسكو ما كنت قلتلك ما كنتش هترفض ايه بقى اللي حيخليني أجذب هم طيب يا ام عندك رد مخنع على الكلام ده أنا بصراحة ما عنديش رد تاني احنا كنا في الديسكو وبعدين معا كنتوا الاتنين مين فيكم اللي كدابي أعمل أنا مش كدابة بنتك هي اللي كدابة خرص يا بنت أنا مش هرد على حضرتك أنا عايزة أسأل أمي هي سكتة ليه انتي ما بتتكلميش ليه خلاص الخوف مالي قلبك لدرجة انك مش قادرة تدافع عني ايه يا أمل ايه فيه ايه ايه اللي انت بتقوليه ده انتي جاية هنا تعملي مشاكله خلاص ايه اللي انتي عملتي يا عملي؟ الراجل بي عاملك زي بي تقدر تفاهميني استفدتي ايه؟ انتي اللي ممكن تفاهميني ازاي تتفرجي علي وانا بتهزق مرة من يبين ومرة من باباها ليه مش قادرة تدافع عني؟ ايه اللي كدابة عارفة ان انا ما بكتبش وهي اللي بتكتب انتي ليه عايزة تفتني عليها؟ ليه عايزة توقعي بينها وبين ابوها؟ انا ما فتنتش عليها الراجل سألني انتو كنتو فين انا جودت عليها انا ما بحبش الكتب عارفة ليه؟ لان الكتب بيخلي الانسان ضعيف وانا عمري ما كنت ضعيفة فانسفتك دي هتوديكي في ضحية يعني انتي كنتي عايزة لي اجدل انا كنت عايزاكي تكوني زكية شوية عشان تعرفي تايشي انتي كده خسرتني فين وحتخساري عزيز كمان المهم اني مخسرش نفسي انا عارفة عماما اني وجودي هنا عملت مشاكل كتير ونخليكي متوتع وبتتمني اني امشي من هنا شفتي شفتي اني تبعتيني بعتيني انا ومابا عشان تتجوز الراجل غني عشان تتمتعي بإفضوز والبلا وشوية هدوم جديدة بس خسرتي حريتك اقعد تفتكري ان الحرية ان الانسان يتيح في كل اللي حواليه فيه ظروف لازم نحترامها انا طول عمري بحترم ظروفك وحياتك مع عزيز طول عمرك محترمتي ظروفي على هموم يا ماما حنتكلم في ايه بس انا خلاص من بكرة حروح لضبط فردوس لا يا امن لا لا ارجوكي انا مش عايزاكي تمشي من هنا انا عايزاكي تعيش معايا وتستمتعي بالحياة اسمعي عزيز انسان ظروف ومتسامح انا حنزل اكلم هتقوليه هتقوليه دي فالبانة خليها تقعد معانا في الفيلا وليه تيجي على نفسك كده بس الحياة محتاجة شوية مرونة عشان نعرف مايش والمرونة دي توصل لحد فيه توصل زي ما توصل المهم ان احنا نعيش كويس ولا انت عايزة تروح تعيش في بيت عمتك في الفقر بقى هتكون سعيدة لما جوز عمتك يبهدلك هي دي الحرية اللي انت بتتكلمي عنها بقى بزميتك العيشة هنا ولا في بيت عمتك احسن هي بصراحة مش فرقة هنا مفيش حرية واناك مفيش حرية كل بيت عايزة يقبلني بشروطه صدقني يا بابا مجدبتش عليك احنا فعلا كنا بنذاكر عند فريدة وبعدين اقترحت علينا نعدي على ادمينات بنت خليتها ربع ساعة مقعدناش اكتر من كده امال ايه حكاية الدسكو دي ما انت عارف يا بابا امل خبية ومش واخدة على جو الحفلات اول ما شافت بناك بترقص افتكرته دسكو مم نفينا حبيبتي ايه وقت تكوني بتكذب عليها لا يا بابا معقولة انا برضى اكذب عليك تفضحنا طول عمرنا صحاب وبنتكلم دايما بصراحة وانا يعني ايه اكذب عليك ليه هو انت بترفضلي طلب عظيم مدام احنا صحاب يا بابا عايزك اوعي تنشي انت بنت مين انت بنت عزيزة ابو المجد اللي نفسه دايما يشوف الكبيرة وعالية ونجحة دايما التامن يا بابا بكرا تشوفني مين هتبقى ايه تعال يا نجين يا حبيبتي انت كنت فاكرا ان بابا حيضربني او يباهديني زي ما اهلك بيعملوا فيكي لاي يا حبيبتي انا حاجة تانية انا لاي اسلوب اللي اعرف اخلي الناس يحترموني بيه وايه هو باع اسلوبك له انا عبيطة اكشفلك كل اوراقي كده مرة واحدة دي خبرة يا ماما وبعدين الحمد لله بابا صلحني كل حاجة تمام انا بقى نفسع انت عملت كده ليه؟ كنت فاكرا انك هتاخدي بنت عند بابا؟ هيكدبني ويصدقك؟ هتبقى انت اللي صح وانا اللي غلط؟ يا بنت يا بنت انا بابا عمره مايصدق فيي حاجة وحشة ابدا مادام والدك بيصدق فيك كده؟ ابقى بتهاني يعني كان عيبت تخوني ثقة شوف يا امان انا لو كنت قلت لبابا انا عايزة روحي اديس كرقص مع صحابي كان في الاول حيقول لا لكن بعد ما عودة تحايل عليه واتدلة عليه كان حيوافق طب خلاص مادام كان حيوافق يعني يجلبتش عليه ليه؟ لقانيك كدب نذيذ يا بنت انا لما اعمل كل اللي انا عايزة بسهولة كده الحكاية مايبقاش ليها طاعة يعني بابا لو كان موافق انا روحي الديسكو كان يبقى الحكاية ملهاش معنا خالص انما لما اخد حقي كده هو احس بالمغامرة وبحلوة الحاجة انت عارفة؟ اكبر نسبة انتحار واتعس ناس في الدنيا هما اللي عندهم الحرية المطلقة تعرفي ليه؟ لانهم بيعملوا كل اللي هما عاوزينه كده ببساطة بعيد عن اي صورة فطبعا ما بيحسوش بطعم اي حاجة والحياة بتبقى مسخة ومن غير طعم انا في الحقيقة اني بينا عايز اشكرك بصراحة النهاردة اخدت درس عمري ما حنسيه ولسه انت حتتعلمي مني حاجات كتير ده لو كنتي نوية تكملي قعدة معانا اشتركوا في القناة 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 يا سيد يا عامل عيالة عشان نوقفوا عن الكراس – ثلاثة – ثلاثة – هيدا يا أستاذ في حالة – أمونير مقبود – انا مقبود – خشوا بس متلاقش في طريقة لا لا بس اقول له هاني بتكلمي مين يا ماني؟ تساحب الأستاذ مانين خليه يتفضل سلام عليكم هو مين موجود؟ موجود يا حبيبي تفضل فقوته من قدر العليمين دي تفضل يا بابا سلامتك يا سيدي هاني ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ايه يا ابني؟ انت عيام بجده اللي بتهزر الصبح كنت سخن شوية فماما أثرت ان لازم أعود النهاردة يا بختك يا عم نعرف ان الوحارت أربعين وبفرفر أبويا مش ممكن يسمحني النغيبة عن المدرسة قول لي خدتوا حاجة مهمة النهاردة؟ يعني خدنا شوية حساب مسلسات على شوية فيزياء وانجليزي انا هبقول لك على كل اللي خدناه وهبعلملك على مسائل الأستاذ مذكور طلبهم منهم أكيد يوسف جبجون تعالوا نبص عليه الكورة انا واندك عارف ان يوسف بيلعب كورة من؟ طبعا عارف وبيشجعوا كمان ها دي حاجة تستخبه لا بس مطهيقلي ان الكورة هتعطلوا عن مستقبله ودراسته بالعكس ده بينجح بتقدير جيد مرتفع وعلى فكرة ده يلاعب قريب في الأهلي وهمكن نتنقل في شقة تانية غير دي تتنقله تتنقله ليه؟ انت عارف ان لعابة الكرة رزقهم واسع ويوسف زي ما انت شايف رجله تتلف في حرير هو اما يلعب في الاهلي هيكسب كويس اوي اهلاً وساهلا مش تعرفني بصاحبك يا مونير دهاني يا ماما صاحبي اوي ولما هو صاحبك اوي كده اماما ليه ما بيجيش يزورك كتير لا 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 اصلا اصلا يعني ايه يا حبيبي ما لك مكسوف كده لك اتفضل اللاموت ماما ممكن تحضريني لغدا انا واحد من كوع اوي حاضر يا حبيبي من عينيه خمس دقيق بس احمر الفراخ تحبوا تاكلوا هنا ولا حضر لكم السفرة لا 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 معلش انا مش هتغدى انا لازم اروح تروح دا ايه دا كلام برضو والله ما انت ماشي لما تتغدى معانا ولا انت بخيل بقى ابو يا حيب هادلني السلام عليكم معلش يا ماما اصلا بابا صاحب اوي اشتركوا في القناة ايه ايه انا اذف الي مؤفق كده اشتركوا في القناة